موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب الصف الخامس نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقات مقرر الفترة الدراسية الأولى لمادة اللغة العربية نبدأ اليوم بالحلقة الثالثة وحلقة هي المعيار 2-2 طرح الأسئلة لاستيعاب الفكرة الرئيسة إذن المعيار 2-2 طرح الأسئلة لاستيعاب الفكرة الرئيسة انتبهوا معي لكي نستنتج فكرة رئيسة لأي نص من النصوص فإننا نطرح أسئلة متعددة حول مضمون النص وفي ضوء الإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نستخلص الفكرة الرئيسة إذن من أهم أدوات الاستفهام التي نستخدمها ما وكم ولماذا وكيف وأيضا أدوات الاستفهام كثيرة وتعلمونها وأدرسموها في الصف الرابع أيضا الآن أريد منكم أن تنتبهوا أنني هنا سأضع سؤالا وسأجيب على السؤال ركزوا هذا الأمر جيدا باستخدام أدوات الاستفهام هل تتذكرون في مرحلة سابقة كنا نضع لك ضع إجابة للسؤال التالي أو ضع سؤالا للإجابة التالية هذا نفس الطريقة لكن سيختلف الأداء أنني سأكون منها فيما بعد فكرة رئيسة ستكون الإجابات لدي فكرة رئيسة أحب أن أوضح لكم هذا الأمر بشكل جيد سأعيد لكم من جديد وأقول لكي نستنتج فكرة رئيسة لأي نص من النصوص فإننا نطرح أسئلة متعددة حول مضمون النص وركزوا هنا جيدا وفي ضوء الإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نستخلص الفكرة الرئيسة إذن من الأسئلة نضع أسئلة وأجود هيا بنا نشاهد هذا النص الجميل للشاعر العمروسي في وصف الممرضة ونطبق عليه ما تعلمناه سابقا كيف نطرح مجموعة من الأسئلة ونحصل منها على إجابات وهذه الإجابات سنحصل منها على الفكرة الرئيسة للنص قال الشاعر العمروسي في وصف الممرضة رأيتها نظيفة نشيطة خفيفة لطيفة الكلام تعمل في نظام تطوف بالدواء بالصبح والمساء في كفها الشفاء يبعثه الرجاء في قلبها حنان يبثه اللسان إن أحد دعاها تسرع في خطاها تطل كالفراشة تطوف في بشاشة جميل إذن هذا النص يتحدث عن الممرضة تعملوا النص جيدا ولاحظوا أن هذه الممرضة النص أطلق عليها صفات عديدة وكل هذه الصفات هي موجودة في الممرضة الآن هيا بنا نشاهد كيف نطرح أسئلة وهيا بنا أنا وإياكم أيها الأبطال نطرح أسئلة كي نصل من خلال أجوبة الأسئلة انتبهوا نصل من خلال أجوبة الأسئلة للفكرة الرئيسة هيا بنا نطرح مجموعة من الأسئلة إذن أطرح أسئلة حول النص السابق وأكمل فكرته الرئيسة عما يتحدث النص السابق؟ إذن أحسنتم يتحدث النص السابق عن الممرضة السؤال الثاني ما الوصف الذي نطلقه على الممرضات؟ نعم جميل ملائكة الرحمة نعم أحسنتم هو وصف نعلمه جيدا عن الممرضات أنهن ملائكة الرحمة الآن وردت كلمة الفراشة نتبهوا تذكروا في النص لاحظوا تطل كالفراشة لاحظوا الآن على ما تدل كلمة الفراشة في النص فكروا بها جيدا أنتم تشاهدون الفراشات تستمتعون بجمالها أيضا تشاهدون أن هذه الفراشات تظهر في فصل نعم أحسنتم في فصل الربيع وفصل الربيع وفصل ماذا؟ النشاط الحيوية الحركة نعم إذن على ما تدل كلمة الفراشة في النص تدل على النشاط والحركة الدائمة للممرضة جميل جواب جميل متى تقدم الممرضة الدواء من النص كما قرأنا النص متى تقدم الممرضة الدواء؟ نعم إذن تقدم الممرضة الدواء في الصبح والمساء أيضا نستطيع أن نطرح سؤالا على النص أيضا هات من النص عبارة تدل على انضباط الممرضة في عملها تأملوا النص جيدا هناك عبارة وضحت سأعيد عليكم من نص لاحظوا عبارة دلت على انضباط الممرضة وهي واضحة إذن في البيت الثاني والشطر الثاني منه تعملوا في نظام نعم أحسنتم إذن هات من النص عبارة تدل على انضباط الممرضة في عملها جميل إذن تعملوا في نظام لاحظوا الآن طرحنا أسئلة وأخذنا أجوبة على هذه الأسئلة من خلالها الآن سنكون الفكرة الرئيسة للنص من خلال الإجابة على الأسئلة السابقة أكمل لأكون الفكرة الرئيسة الممرضة فراغ أو أيضا لدي التمريض فراغ الآن أنا ركزت على عبارة والثوب الأبيض وأشياء جميلة تدل على أن الممرضة نشبهها بماذا إذن الممرضة نسمع الإجابة الممرضة ملاك الرحمة إذن لاحظوا كونا فكرة رئيسة طيب لو أخذنا الآن التمريض التمريض ماذا أقول عمل عظيم قد يكون جميل أيضا مهنة عظيمة نعم أحسنتم إذن التمريض مهنة عظيمة لاحظوا كونا فكرة مناسبة إذن كونا فكرة مناسبة إذن بهذا الشكل استطعنا أن نكون الفكرة الرئيسة لاحظ معي الآن عند استنتاجنا للفكرة الرئيسة قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة حول مضمون النص ومن خلال الإجابات على الأسئلة تمكننا من استخلاص الفكرة الرئيسة التي عبرت عن مضمون النص نشاهد نصا جديدا وسنضع عليه أسئلة أضع أسئلة عن مضمون ما يأتي مستخدما أدوات استفهام مناسبة لأكون فكرة رئيسة انتبهوا أريد السؤال مع الجواب لأنني من الجواب سأستخرج الفكرة الرئيسة ليس سؤالا فقط إنما الجواب تتميز اللغة العربية بأصالتها فهي لغة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم واللغة التي نزل بها كلام الله تعالى القرآن الكريم كما أنها اللغة التي يتحدث بها أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج وكان للفتوحات الإسلامية ودخول أمم وشعوب أعجمية في الإسلام أثر كبير في انتشار اللغة العربية حيث حرس على تعلمها ليفهم القرآن الكريم ويحسن تلاوته وبالرغم من انتشار اللهجات العامية تبقى اللغة العربية الفصحة هي المرجع الأساس عند التخاطب والتواصل بين كل عربي في التعليم والكتابة ووسائل الإعلام المختلفة أضع أسئلة حول مضمون النص السابق بما تتميز اللغة العربية تتميز اللغة العربية بأصالتها ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم نعم أحسنتم نزل القرآن الكريم باللغة العربية جواب جميل لما تعلم العجم اللغة العربية تأملوا النص لما تعلم العجم اللغة العربية نعم ليفهم القرآن الكريم ويحسن تلاوته جميل هذا الجواب هل تأثرت اللغة الفصحة بانتشار اللهجات العامية قل إن اللهجة العامية هي الكلام المحكي إذن نعم تأثرت الآن أكمل لأكون فكرة رئيسة فراغ لغة خالدة عما يتحدث النص أصلا نعم يتحدث النص عن اللغة العربية الآن ما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم نعم أحسنتم إذن نزل القرآن الكريم باللغة العربية إذن ما هي اللغة الخالدة نعم أحسنتم تصبح الفكرة الرئيسة اللغة العربية لغة خالدة إلى المعيار 2-4 واستخلاص الفكرة الرئيسة للنص الفكرة الرئيسة هي جملة مفيدة ذات مضمون فكري تعبر عن المعنى الذي يريد كاتب النص أن يوصله إلينا هيا بنا نشاهد هذا التدريب أقرأ النص الآتي ما ينطق به الإنسان سلاح ذو حدين فقد يكون وسيلة إصلاح وبناء وقد يكون أيضا وسيلة إفساد وهدم فكم من كلمة هدمت أسرة أو أضاعت حقا أو أشعلت حربا أو أفسدت صداقة دامت أعواما ولهذا وجهنا الإسلام إلى أن نصدق في أقوالنا وأن نبتعد عن الكذب وعلينا كذلك أن نزن الكلام فإن رأينا فيه الخير نطقنا به وإلا صمتنا كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبط أجيب عن الأسئلة الآتية في ضوء فهمي للنص السابق ما المقصود بعبارة سلاح ذو حدين نعم أحسنتم أي أن ما ينطق به الإنسان قد يكون خيرا أو شرا من الفقرة إلى ما وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الفقرة في الفقرة عفوا نعم وجهنا إلى أن نقول الحق الآن في ضوء فهمي للنص السابق وضعنا أسئلة وأجوبة كما تعلمنا أختار الفكرة الرئيسة المناسبة لها الفكرة الرئيسة الحروب خسائرها فادحة المسلم صادق في أقواله وأفعاله الكلمة عظيمة الشأن والأثر الكذب خلق ذميم نختار الإجابة الصحيحة من يختار الإجابة الصحيحة؟ نعم الخيار رقم ثلاثة الكلمة عظيمة الشأن والأثر لأن النص تحدث عن ذلك وقلنا هي جملة ذات معنى لاحظوا كلها الفكرة رقم ثلاثة الفكرة الرئيسة هي جملة مفيدة ذات معنى الآن ننتقل إلى الممارسة والنص عن الممارسة للجبال فوائد لا تعد ولا تحصى فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون عبتا فالجبال تثبت الأرض وتحفظ توازنها ومنها نستخرج المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاسي كما نستخرج منها أحجار الرخام والجرانيت ومنها نحصل على المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت والزجاج فهي كنز اقتصادي وثروة عظيمة فما أعظم قدرة الله وما أكثر نعمة الآن أطرح سؤالا حول مضمون النص السابق وأجعل الإجابة مفتاحا للفكرة الرئيسة سؤال جميل ما فوائد الجبال؟ نعم فوائد الجبال تثبيت الأرض أحسنتم أيضا نستخرج منها المعادن أحسنتم أيضا نأخذ منها أحجار الجرانيت والرخام أحسنتم أجوبة صحيحة الآن أحدد الفكرة الرئيسة للنص السابق من بين الخيارات الآتية نعم الله كثيرة ومتعددة الجبال مصدر للمواد الخام الجبال مظهر لقدرة الله وإبداعه الجبال تحفظ توازن الأرض اختاروا الإجابة الصحيحة أحسنتم أيها الأبطال إذن الخيار رقم ثلاثة الجبال مظهر لقدرة الله وإبداعه أحسنتم أيها الأبطال إذن هذا كل شيء في درسنا نشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر